بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد من حصاد الأهل النهاردة هنتكلم عن جمهور الأهل إزاي بيصنع الفارق زي جمهور الأهل لما بيروح التمرين بيبقى حدث الدنيا بتتقلب واللعيبة وحماس وكل الأجواء بتتغير صراحة نهاردة مشهد أكثر من رائع في ملعب التش في الجزيرة ملعب عن آخره بالجمهور والكل كان يهتف كان يزقر أفريقيا يا أبطال أفريقيا يا أهلي وحسام يا بدري وشريف إكرامي والكل نال الدعم والمؤذرة كل لعبي الفريق الأحمر صراحة هذه الرسالة من وجود الجمهير بهذا الشكل الحضاري بهذا الشكل المثالي حتى الواحد لما بيشوف الجمهور في التمرين بقى حدث مختلف أصبح حدث مختلف أنك بس تشوف جمهور النادي الأهل في التمرين بقى حدث مختلف لما تشوفه في الموضوع الموضوع هيختلف تماما وهيبقى أفضل وأجمل بكتير جدا 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 رسالة ليه كل المسؤولين يا جماعة شوفوا المنظر الجميل الحضاري اللي حصل النهاردة في ملعب التتشي في الجزيرة ملعب صغير استطاع الأمن أنه هو يتحكم في موازن الأمور الكل كان ملتزم الكل كان بشكل حضاري الكل كان يدعم هي رسالة واضحة للعيبة النادي الأهلي قادي زي ما حضراتكم شايفين إزاي المنظر الجميل الجمهور ده أجمل حاجة في الدنيا تشوفها في الكورة هو متعة الكورة ترقدم في الجمهور لو شوف أجمد ملعب في العالم لو رحته لو رحت السنتياجو برنابيا لو رحت الكاتناو لو رحت ملعب ماشيسر سيتي ملعب الاتحاد ملعب الإمارت ملعب الأرسنال ويمبلي أي ملعب في العالم وهو فاضي حاجة وهو مليان بالجمهور وقهات الجمهور حاجة تانية ملعب الإنفل في ليفر بول هو أقوى ملعب بسبب جمهور ليفر بول وجمهور النادي الأهلي هي قوة النادي الأهلي أنت ممكن تبقى أهلاوي بسبب جمهور النادي الأهلي حاجة جميلة جدا حاجة تفرح نهاردة منظر رائع منظر مبدع منظر طاعت تتكلم عليه زي ما تتكلموا كل ده احنا بنتكلم على تمرين ده احنا بنتكلمش على مباراة أنا مش عارف حتى الآن ماذا ينتظر مسؤولي اتحاد الكرة مسؤولي الدولة في عودة الجمهور للمدرجات رسالة كبيرة جدا رسالة كان يحتاجها بشدة كابتن حسام البدري وأيضا لعبة النادي الأهلي بعد نتيجة مطش الدهابة التعادل في لقاء الدهاب في برج العرب بيئة الإسكندرية كابتن حسام البدري طلب من مجلس الإدارة صراحة مجلس الإدارة وافق وده شيء يشكر عليه مجلس إدارة النادي الأهلي سرعة الرد وسرعة التواصل مع الأمن ونشكر الأمن على سرعة الاستجابة ودقة التنظيم وشوفنا حضراتكم الناس بتخش وتطلع مفيش أي مشكلة الكل لما تحط النظام والنظام بيطبق مفيش أي مشكلة مع النادي الأهلي أنت شايف حاجات كتير بتسبق اللي حواليك عندك إدارة للمباريات عندك بطاقة أهلاوة أفتخر عندك أن أنت عشان تشتري تذكرة كل بياناتك بتبقى موجودة على الإنترنت الـ Data Entry موجودة عند الدولة خلاص بقى كل عارف مين داخل ما بقاش في حاجة مستخبية كل حاجة بقت واضحة وصريحة وكل السلول الآن تحتاج إلى وجود جمهور في المدر لأنه هو ده المكان الطبيعي للجمهور الصراحة أيضا كان فيه شكر من مجلس الدارة في النادي الأهلي ستلوى شمس تلع وصرح وشكر الجمهور على المنظر الجمالي وده كابتن حسام البدري أول ما نزل الملعب حسام يا بدري وأفريقيا يا أهلي ده أول ما استقبل النادي الأهلي ولعبته ده مجرد مجرد أن هما دخلوا الملعب كان رد الفعل من الجمهور الواعي الجمهور العظيم الجمهور المدرك الجمهور اللي بيحرك الحجر الجمهور اللي هو اللاعب رقم واحد دائما في صفوف النادي الأهلي أيضا كان فيه تفاعل سريع جدا من شريف إكرامي وجه رسالة لجمهور النادي الأهلي اللي دعمه بشدة النهاردة في التمرين وطلع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقال شكرا لجمهور الأهلي العظيم واعتذر عن خطأي ولن أتهرب من المسئولية والاختفاء ليس من طباعي أقدر أحزم الجمهور ولكن الأمل موجود إن شاء الله رسالة مهمة جدا 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 من شريف إكرامي لجمهور النادي الأهلي اللي الصراحة قدم مثال لكل وحط المسئولين في الدولة في موقف حرج لأن بهذا المنظر بهذا الدعم بهذا الأداء في التشجيع بهذا السلوك الحضاري في الالتزام بكل قواعد التشجيع النهاردة رسالة للكل رسالة للكل وحقول لحضراتكم مرة تانية قادي جمهور النادي الأهلي الدي ايه كبير وكرة لجمهور هتفات كانت مالية الدنيا شوفوا شريف إكرامي وهو بيحي الجمهور والآن مسئولي الدولة أصبحوا في موقف حرج بعد رسائل جمهور النادي الأهلي البداية كانت في زناكو الزنبي في القاهرة ثم القطن الكاميروني ثم الودادة المغربي ثم الترجي في دور أبطال أفريقيا أربع أو خمس رسائل جمهور النادي الأهلي بيقدمها وقادي لما بيحضر التمرين سوفوا الحجر إزاي يتحرك وفي نفس الوقت مفيش أي مشكلة في التزام في تواجد في حضور في سلوك على أعلى مستوى وهو ده حطه كل ده في معادلة يطلع لك جمهور النادي الأهلي العظيم وهو من أفضل ما يكون في العالم صراحة مفيش جمهور أكتر من كله كل حتى في العالم نهاردة حتى كابتر حسام البدري طلع في تصرحاته عبر قناة النادي الأهلي وطلع وأشاد بطريقة الجمهور في التفديع قد إيه كان الجمهور داعم قد إيه فرقت مع نفسية اللعيبة قبل وبعد المران الموضوع يعني اختلف تماما من نسبة لهم هنكم محتاجين محتاجين هذا الدعم محتاجين يحس اللعيب بيبقى ترمومتر أداءه في تشجيع الجمهور اللي موجود في المدرب التفاعل بيبقى مرتبط بيئهات الجمهور مرتبط بتشجيع الجمهور وهقول لحضراتكم أكبر رسالة بعد أن استقبل شباك النادي الأهلي الهدف الثاني بصوا جمهور النادي الأهلي ردوا عمل إيه ابتدأ التشجيع يزداد الناس ما هبطتش الجون دخل في النادي الأهلي بهذه الطريقة الغريبة اللي احنا شفناها الهتاف اشتعل أكتر الدعم ازداد أكتر لحد ما النادي الأهلي حقق التعادل ودي من الحاجات اللي بتدين لك قد إيه جمهور النادي الأهلي وفي وقد إيه هو عظيم ودائم الوجود وفعلا جمهوره ده حماه ده أقل حاجة تتقال على جمهور النادي الأهلي اللي كان مشرف النهاردة في مدرجات التيتش والرسالة أفريقيا يا أبطال روح النادي الأهلي روح الفلانة الحامرة أوعى تنسوها رسائل كثيرة جدا عبر تشديع الجمهور في المران اللي بقول لحضراتكم جمهور حضر التمرين يصنع الفرق حول مرة تانية التصرحات سيدة اللي هو شرين شمس اللي أشابه بسلوك الجمهور وأيضا تصرحات السيد محمد جمال ولا يلعب مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أيضا أشاد بسلوك الجمهور وقد إيه كان فرحان من تواجد الجمهور وكان بيأمل تواجد الجمهور في كل المباريات وصراحة مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا وجه رسالة شكر للجمهور اللي كان ملتزم بشكل كبير جدا وكان المنظر أكثر من حضاري في هذا الشعب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة حلق عالية نصر الأهلي وروح الفانيلا الحمرة أوعى وتنسوها رسالة مهمة جدا وكل العيب في النادي الأهلي حضر هذا المران شاف بإيه وحس بمعنى هذه الكلمات خلينا أقول لحضراتكم إن فيه 25 لعيب تم إعلانه في قائمة النادي الأهلي عبر كابتن حسام البدري إلا قائمة جدت كالآتي شوف إكرامي أحمد عدل عبنان محمد الشناو في حرص المرمى سعد سمير رمي ربيع محمد نجيب أحمد فتحي محمد هاني علي معلول صبر الرحيم وحسين السيد خط الوسط حسام عشور عمر السلية يشان محمد عبدالله السعيد صالح جمعة وكريم نفد وفي الهجوم وليد سليمان مؤمن زكريا أحمد حمودي وأحمد الشيخ وليد أزار ومبمت عب جونيور أزاي وميد وجابر دي كانت القائمة اللي الندي الآلي أو كابتن حسام البدري أعلنها اليوم إن صراحة كابتن حسام البدري هنتكلم على سيناريوهات عديدة ولكن هقول لحضراتكو السيناريو الأبرز إن الكابتن حسام البدري هيقسم المباراة على ثلاث مرحل المرحلة الأولى وهي دائما مرحلة الجدايات وبيكون فيها حاجة من الاتنين إما تكون وسيلة ضغط إما تكون وسيلة رد فعل رد فعل إنه يشوف الترجي حيبتدي بأنه شك ويبتدي باغت برد الفعل سواء من ضربة أو هجمة مرتدة أو من طريقة الضغط العالي إنه الوارد من الكابتن حسام البدري يستغل الحالة البدنية العالية اللي موجودة فيه النادي الأهلي عكس أي فريق وممكن إنه يطبقها تأول خمس لعشر دقائق الحاجة الثانية هل هيلعب جونيور أجاهي وجنبه مؤمن ووليد ووراء عبدالله السعيد كبداية رباعي هجومي هل هيكون وليد أزارو وجونيور ووليد سليمان أو مؤمن زكريا مكان جونيور أجاهي كل دي من السيناريهات المطروحة الشوت الثاني ودي فترة بداية الشوت الثاني ده الجزء الثاني من السيناريو اللقاء اللي على حسب مجريات الأمور ولا حسب النتيجة هيتم تعديل الكابتن حسام البدري هل هيطفع بصالح جمعة يكون محتاجة تحواز واختراكات أكتر وتحويل اللعب هل من الممكن إنه يبدأ به عشام محمد بجانب عمرو السلية أو حسام عشور كل دي حاجات مطروحة في ذهن الكابتن حسام البدري ولكن من المتوقع كثيرا كثيرا إن الكابتن حسام البدري هيأمن البكات بشكل مهم جدا عن طريق الأجناب لوجود مؤمن أو وليد سليمان عشان يحمو أحمد فتحي وعلي معلول وفي نفس الوقت هيعمل ضغط جبير جدا على تلاسي خط الوسط في وقوة قوة الترابي سواء فرانكم سواء كومان كوليبالي سواء فرجاني ساسي ومن الممكن إن يبدأ به الغلاني ده يعني السيناريو الأبرز في دماغ ورأس الكابتن حسام البدري اللي عنده من الخبرات إنه يستطيع إدارة مباراة بهذا الشكل عنده من الخبرات إنه واجه فرق تونسية ومنهم الترجل التونسي في ملعبه من قبل استطاع التغلب عليه كل هذه السيناريوات مطروحة ولكن يبقى العامل الأهم وهو التوصيح من عند الله الخبر الآخر وهو استدعاء فاكا ما هالمبي النجمة جنوب أفريقيا إلى منتخب جنوب أفريقيا صراحة فاكا فيه تمرين اليوم كان مخدود لأنه لأول مرة يرى جمهور النادي الأهلي بهذا الشكل لأول مرة يحس بهذا الدعم وأن جمهور بيحرك الملعب وصوت بيهز الدنيا وهو كان في بداية التمرين حتى في التسكين في المورمج أف كان فيه صورة ليه وعلقنا عليها في أستاذ الأهلي اليوم وهو وجنور أجهي هو كان باصص مخدود دايما حتى وهو بيجري باصص على المدرج مدرج جمهور النادي الأهلي وكان في حوار ما بينه وما بين جنور جنور يقول له شايف هو ده الوضع هنا في النادي الأهلي ولكن للأسف الجمهور ما بيحضرش مباريات الدورية دي من الحاجات اللي كانت مهمة وجود لعب بقيمة فاكا واحد من العناصر مهمة بيلعب أساسي فيه منتخب الأولمفي جنوب أفريقيا وقبل أو قبيل انتقاله للنادي الأهلي كان لعب مباراة أو مباراةين مع المنتخب الجنوب أفريقي الأول في كرة القدم ودي حاجة مهمة بتبين لك ان النادي الأهلي لما بيجي يجيب لعب بيجيب لعب منتخباته دي أحد أهداف اللعب فاكا الجديد الوافد الجديد في لقاء الجونة الودي اللي يفاز فيه النادي الأهلي بستة أهداف مقابل لشيء وفاكا الدولي منتظر بدايته القوية مع النادي الأهلي نكمل مع حضريكم أجواء لقاء الترجي وهذه المرة حينجيب لكو الأجواء من تونس والصحف التونسية بتونفي غياب طاها الخنيسي المهاجم الفز لفريق الترجي التونس يوما من أحرز الهدف الأول لفريق الترجي التونسي في لقاء الدهاب هو من أحرز هدف منتخب تونس على منتخب مصر في لقاء منتخب مصر أمام تونس في تونس هو فرود على مستوى عالي وهو فرود قناسة طاها الخينيسي كان فيه شكوك حول مشاركته لكن جريدة الشروق التونسية قالت ان الاصابة اللي لاحق باللعب في مراتل الذهاب مش هتأثر على مشاركته امام فريق النادي الالي في لقاء الاياب برادس وده بعد اجراء الفحصات الطبية وايضا خذرت صحيفة الشروق فوز البنزارتي من اللعب على مصادة التسلل وقالت ان هذه الطريقة ممكن تؤدي الى النادي الاهل الاستغلال ضرب مصادة التسلل وانه يقدر يحرز اهداف وده من الحاجات الجوانب الفنية اللي بيعتمد عليها فوز البنزارتي انه يلعب ضغط عالي وضغط عالي يعني لازم يكشف مصادة التسلل كل ده هنشوفه في لقاء الاياب خبر مروح مع حضراتكو للكرة العالمية فيه خبر مهم جدا ومحتاج الوقف احنا كل يوم بنقف نفس الوقفة مع هذه النواية من الاخبار وخبر كان نزل في الموقع المصري اليوم قلت انقلاب رباعي الأولمبية يفتح ملف بطلان قرارات مجلس حطب في الأولمبية فيه رباعي انقلب على قرارات المهندس الشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وده بعد ما طلع كاتر حمداء المصري هنا في قناة النادي الاهلي مع زميل كاتر شادي محمد وصرح تصريحات كانت في غاية الأهمية أولها ان اللايحة الاسترشادية مرت على أعضاء اللجنة الأولمبية مرور الكرام وما بسوش عليها بشكل كويس دي كان حتى كنا بعد ساعة فطار واللايحة تم اعتمادها وحتى ما عرفناش ايه كل جوانبها وما درسناش بشكل كويس الحاجة الثانية انه طلع وصرح وقال ان مجلس إدارة النادي الاهلي قراره بإقامة جماعيته العمومية على يومين ما فيوش اي مشكلة وما فيش اي بند في اللايحة انه يحدد جراءات قيام الجماعية العمومية للنادي الاهلي دي حاجة من الحاجات التانية انه تم طلع وقال انه ما فيش حتى لم تشكل لجنة فض النزاع داخل اللجنة الأولمبية المصرية اللي مما المفترض ان يلجأ اليها النادي الاهلي لان بالوقت فيه أزمة او فيه مشكلة او فيه خلاف ما بين النادي الاهلي واللجنة الأولمبية المصرية بخصوص اعتماد لاحته الخاصة ففيه 15 ألف عضو جماعية عمومية ذهب وصوت على اقرار لاحت النادي الاهلي ولكن ابتدت بقى الجانب الآخر بهشام حطب دي الخبر مع حضراتكم على الشاشة وموقع المصري اليوم بانقلاب الرباع الرباعي هم الكابتن حماد المصري واللواء سامح مباشر والدكتور علي حصاب الله وجاس الرياض ودول أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية اللي كلهم بيقولوا نفس التصرحات الحاجة الجميلة ان الكابتن حماد المصري وبعد ما طلعوا قال التصرحات ديت ودي تصرحات غاية في الأهمية وتبرز ان فيه عايزين نقول يعني انا مش لقي لها مصطلح يكون كويس غير انه ممكن يكون فيه فتحات ممكن يكون فيه تعمل ممكن يكون فيه تخبط في القرارات ممكن يكون او نقول انه هو عدم دراسة جيدة للقرارات القرار لما بيبقى جاي من موقع مسئولية خاصة موقع زي اللجنة الأولمبية المصرية اللي هي اصبحت دلوقتي قانون الرياضة بيديها صلاحية ادارة الرياضة المصرية طب لما يبقى فيه اللي بيدير الرياضة المصرية قراراته فيها تخبط وفيها عدم دراسة بهذا الشكل يبقى ما تنتظرش اي مردود جيد او مردود او مقشر ارتفاع من الرياضة المصرية لان الدراسة هي اللي بتخليك ترى في دي لما يكون فاهم وما يكون دارس ولما يكون عندك وعي وحتى مش عايد ان يكون في حتة قانونية ان ما يكونش عندك الباكراوند او الوعي الكافي بهذا الشكل وانك تسأل الخبرة ولكن يبدو ان هي القرارات اتخذت بعدم سؤال هي قرارات متاخدة بشكل شخصي بشكل فيه تعند بشكل فيه العديد من علامات الاستفهام ما تفهمش هي اتخذت بهذا الشكل وهو كده وخلاص ليه على الرغم من ان باقي اعضاء اللجنة الرباعي طالعين يقولوا ان الكلام ده غلط وكلام النادي الاهلي هو اللي صح والحقايق ابتدت تكشف واحدة واحدة الحقايق ابتدت تكشف في حاجة مهمة جدا فيه الخبر وقال لك اشار الكابتن حمد المصري انه سيطلب حضور مندوب من اللجنة الولمبية الدولية لحضور التحقيق معه خاصة ان الادعاء ضده بانه اساء للجنة الولمبية غير صحيح وان الامر مجرد تصفيت حسابات ومحاولة لتأديبه وارهابه بدعوة انه وقف ضد جاس الرياض وعبدالعزيز غنين في انتخابات السلة والملاكمة حاجة التانية قال لك بقى ايه ان الكوميديا السوداء ان السيد جاس الرياض هو من سيحقق معي بتهمة الاساءة وهو نفسه تبنى التصرحات نفسها نفس التصرحات بتاعت ان الجماية عمونية وتساءل المصري فقيس اللجنة الولمبية اكد انه رفض معقبات جاس الرياض حتى لا يتهم بالتسبب في خسارته في انتخابات السلة والان وبعده خسارة الانتخابات ما السبب اللي ينقوا من التحقيق معه يعني سيد جاس الرياض قال نفسه تصرحات كابتن حمد المصري ولم يتم اقاها كابتن حمد المصري تلعقى لها بيه التصرحات اللي هي ايه اللي هي موقف النادي الاهلي قانوني اللي اخرت من اللجنة الولمبية المصرية لم يتم دراستها لم تناقش مع عضاء اللجنة الولمبية المصرية بشكل جيد فواحد توقف واحد لا من جانبه اكد علي حصاب الله عضو اللجنة الولمبية أن طريقة حصر القرارات المهمة في مجموعة بعينها داخل اللجنة الأولمبية أمر مرفوض ولابد من دعوة المجلس إلى التصويت على القرارات المهمة ده زي وزي أي مجلس في العالم اتحاد الكورة بيعمل كده كل مجال في إدارة الأمدية تعمل كده كل مجال في إدارة الاتحادات وهي دي الديمقراطية وشدد على أن المقوف واضح بشأن الجماعة الخاصة للنادي الأهل أنه لم تتح له فرصة الاعتراض على قرار اللجنة الأولمبية لأنه لم يكن هناك اجتماع يعني طلع قرار اللجنة الأولمبية المصرية على عدم الاعتراف بلقيحة النادي الأهل وجماعيته العمومية من غير أن يكون فيه اجتماع وهنا بقى التساؤلات ليه؟ ولأي هدف؟ وبأي صفة؟ وإيه المردود؟ وإيه المنتظر؟ ولماذا هذا التعنت؟ كل ده تخطها في كفة هتلاقي المضمون أنه هو تعنت شخصي وما تفهمش ما تفهمش ليه حد عايز يوقف مسيرة النادي الأهل هذه بقية التصريحات محروس بتاع الوزير هو من يدير الأولمبية وإيقافي قرار انتقامي ده المنشتة الموجود في جوردان المصري اليوم وبقية الكلام واضح للغاية في التصريح سيد سامح مباشر أعضاء اللجنة لم يتحدثوا عن عدم سيادة حماد المصري العين والماء والصيانة بقى العيش والملح وإنها حد تانية قالوا أن كابتن حماد المصري ما صنش العيش والملح أنه طلع وصرح هذه التصريحات الحاجات كلها مصيرة للجدل الحاجات كلها فيها علامات استفهام والواحد الصراحة مش فهم المردود إيه وإيه الفايدة؟ يعني الرياضة المصرية هتستفاد إيه من هذا الموقف؟ يعني المهندس إيشام حطب ياريت يطلع يقول لنا إيه اللي هتستفيده الرياضة المصرية من هذه القرارات التي لم تدرس؟ لحد دلوقتي إحنا منتكلم في اتجاهات والناس كلها قدت قناة النادي الأهل التهمات معينة وللأسف الجانب صاحب الشأن لم يرد بأي شكل من الأشكال إحنا منتكلم بأن فيه ناس قانونيين طلعوا أقروا أن لقاحة النادي الأهلي ما فيهش أي مشكلة وأن إنعقاد الجماعية المعمومية كان قانوني مية بالمية ومين اللي قالوا الكلام ده؟ مين اللي قالوا الكلام ده؟ مصر الشارة جاء عاطية والأستاذ طبعا محمد فضل الله خبير اللوايح كل الناس القانونيين اللي لهم وعي وفهم فيه اللوايح والقوانين طلعوا أقروا بهذا ناحية التانية أعضاء اللجنة الأولمبية نفسهم طلعوا قالوا إن موقف الأهلي سليم ولكن رئيس اللجنة الأولمبية الوحده هو اللي بيقول إن موقف الأهلي غير سليم علامة استفهام كبيرة وده آخر تعليق على الموضوع نروح للكرة الجميلة ونروح للدوري الجميل ونروح للجماهير ونروح للأجواء بصراحة الدوري الإسباني هذا الموسم بيقول ليه الناس مش بس الدوري الإنجليزي اللي عنده ملاعب كويسة مش بس الدوري الإنجليزي اللي عنده تفطية جميلة فيه الباس وبرافيكس وشكله أجواء وتنافس لا الدوري الإسباني هذا الموسم غير غير سيدكو مدريل بيتخطى أتليتيك بلباو بصنائية في الدوري الإسباني هذا فيهنا مقابل هدف على ملعب سامة ميس ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني أنخ الكوريا من جريزمان وهذا لعب جريزمان أنتوان جريزمان من البيزر في الشاشة افتتح التسجيل في الديئة 55 وصم أحرط بعدها أيضا يانيك فريرة كراسكو الهدف الثاني أيضا من تمريرة جميلة من جريزمان عشان الروح بلانكوس اللي هم أتليتيكو مدريل يتفوقوا في ديئة 73 فريق أتليتيك بلباو أضع ضربة جزاء للعب أدوريز وفي ديئة 41 ثم رؤول جرسية لعب فريق أفتكو مدريد السابق وأتليتيك بلباو الحالي أحرز هدف بلباو في ديئة 92 وده كان أهم مجريات الأمور على فكرة كان لقاء ممتع لغاية وفي نفس الجولة تعادل لجانس مع قيرونا بدون أهداف في هذا اللقاء أكمل مع حضراتكم في الدوري الإسباني لليجا وريال بيتس بيعطي درس لجميع ويسقط ريال مدريد على أرض وسط جماهيرو في ملعب السينتياجو برنابيو بوجود كريسيانو رونالدو بوجود جارس بيل بهدف مقابل لشيء في الوقت القاتح عن طريق المهاجم سنبريا صراحة ريال مدريد لعب لقاء جيد ولكن ريال بيتس هو الآخر لعب لقاء جيد للغاية لم يكن تريسة سهلة على الرغم من إضاعة ريال مدريد للفرص ولكن أيضا ريال بيتس أضاع العديد من الفرص لم يكن الريال مترابط كبقي المباريات أضاع لعبوه العديد من الكرة على الرغم أنه كان عنده أفضلية في الاستحواز ولكن كل هجمة لريال بيتس منذ حتى بالأخص منذ منتصف الشوت التاني تحس أن فيه خطورة وأنهم قادرون على أنهم يحرزوا أهداف صراحة مباراة للنسيان بالنسبة لريال مدريد ثلاثة عادلات في اللقاء وفي اللقاءات الأخيرة جاريس بيل كان له كرة بالكعب بالصراحة كان هيبقى هدف ولا أجمل من كده ولكن فشل في الريال في اقتناس أي فرصة من الفرصة خلينا نقول أن بهذا الفوز برسولونا أصبح على رأس الترتيب بالرسيب 15 نقطة أتليتك ومدريد بعد الفوز اللي أحرزه اليوم على فريق أتليتك بلباو أصبح الثاني برسولونا 11 نقطة وهنا بقى بتتبدل الأدوار ريال مدريد في المركز كان في المركز السادس برسولونا 8 نقاط ولكن بعد فوز البيتس البيتس أصبح 9 نقاط وقفز للمركز السادس وريال مدريد تأخر كثيرا وأصبح هو في المركز السابع والكراسي أصبحت لعبة الكراسي المتحركة لم يكن أشد المتفائلين في ريال بيتس يتفقل إلا بتعادل ما بين ريال بيتس وما بين ريال مدريد ولكن بيتس يسقط ريال مدريد في أرض وسط جامهيرو ودي رسالة لمتابعة ومحبي الدوري الأسباني اللي دائماً بيقوله الدوري الأسباني مستهل وهو ده رد الفعل وهو ده المستند الصحيح إن أدي فرقة محدش متوقع أنها تكسب ريال مدريد بتكسبه على أرض وسط جامهيرو وهو ده نموذج لقوة الدوري الأسباني إنه مثل مش تفوق لريال مدريد وبرسلونا والباقي بيتفرج لا أتلاقي فيه مفاجئات داخل الدوري أروح مع خبر مهم للغاية اليويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيكرم أثيتيكو مدريد وملعبه الجديد واندا ميترو كوليتانو بأنه سيصدي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 فردي حاجة مهمة جدا داخل الاتحاد الأوروبي ليه النهوض بالكرة الأوروبية ليه النهوض بالكرة الأوروبية في دول أوروبا الغربية اللي هما ألمانيا فرنسا إنجلترا والسويد والنرويج ما عندهمش مشكلة في الملعب حتى هولندا ما عندهش مشكلة في الملعب ولكن دول شرق أوروبا اللي هما سربيا وكرواتيا والشيكيا وبالغاريا والعديد من الدول حتى سلوفاكيا سلوفينيا دول كتير جدا محتاجة الدعم فلما بيجي الاتحاد الأوروبي كل سنة بيقام نهائي بطولات الاتحاد الأوروبي في ملعب مختار راندم أو بشكل عشوائي من قبل الاتحاد الأوروبي لما بيجي ونقوق هذا الملعب لو الدولة مش قادرة تصرف على الملعب وتخليه بالشكل اللائف لأن الاتحاد الأوروبي له معايير معينة بيتم دعم هذا الملعب من قبل الاتحاد الأوروبي يجددوا فيه مثلا الأرضية يجددوا فيه بعض من المدرجات الصحفيين وغرف خلال ملابس كل ما يحيط بالملعب عشان يقدر أنه يصديف نهائي دوري أبطال أوروبا البطولة الأقوى في الكرة الأرضية حتى الآن أيضا استقر الويفا على ملعب تاقو أولمبي ده فين بقى بأزر بيجان لصدافة بطولة الدوري الأوروبي اليورو ليج ده اللي أنا بقول لحضراتكم أزر بيجان الملعب بتاعتها بيتم انتقاءها ويتم تدعيمها من قبل الاتحاد الأوروبي وياريت الاتحاد الأفريقي بيعمل لنا حاجة من الحاجات ديت لأنها كفرق كتير جدا نادي الأهلي لما بلعب برد شمال أفريقيا أو بلعب في دولة زي جنوب أفريقيا عندها ملعب بسبب كاس العالم أنتو خضراتكم بيشوفوا الصورة عاملة إزاي والكرة حتى ما تبقاش ماشية وبيبقى الملعب كله فحر ونقر حاجة يعني نتمنى أن الاتحاد الأفريقي ياخد هذه العدوى من الاتحاد الأوروبي أكمل كلامي مع حضراتكم ولكن هذه المرة مع محمد النني وكأس الرطة الإنجليزية والنني والأرسنل يكتسح فريق دونكاستر ويتأهل لأدور الآخر هو المصري الوحيد بعد ما فشل المحمدي وفشل محمد صلاح وفشل رمضان صبح مع فرقهم على الرغم أن أحمد المحمدي ومحمد صلاح لا منشاركة في اللقاء فريق الأرسنل اللي بيلعب فيه محمد النني نجح للعبور دور الستاشر بعد الفوز على دونكاستر روفرس بهدف مقابل لشي أحرز الهدف اللعب فيه والقط واللقاء يقيم على ملعب الإمارات نفس الجولة تشيلسي اكتاح فريق اسمه نوتينجام فورست خمسة واحد وسبحان الله نوتينجام فورست ده 78-79 خد الدوري الإنجليزي وخد الجامبينز بيك ده اللي هي كان ساعتها كاس أبطال أوروبا 78-79 و 79-80 يعني فرقة عندها تاريخ وفي هذا التوقيت كان تشيلسي ده فريق هاوي سبحان الله ارحمه عزيز قوم انزل فريق تشيلسي مع دعم المالك إبراهيموفيتش الملياردير الروسي بقى بيلاعب نوتينجام فوريس اللي بيلعب في الدرجة التانية وبيكسبه بخمسة أهداف وبيبقى بالنسبة له اللقاء زيه زي النزهة هي دية الاحتراف والبيزنس والاستثمار داخل قرة القدم ده أبرز مثال ويسبرومش ألبيوم اللي بيلعب فيه أحمد حجازي فاز عليه فريق منشستر سيتي طبعا بتاع بيتبئد راديولا في نفس البطولة وغاب حجازي عن المشاركة في المباراة وسجل السنائية لروساني وكلاوديو جايكوب كان أحرز هدف ويسبرومش ومنشستر وينايتد أيضا نجح في تحقيق الفوز بعد ما كسب بيرتن ألبيوم بأربع هداف مقابل هدف عشان ياخد التأهل لدورته من النهائي كان ماركوس راشفورد أحرز هدفين وخيسي لينجارد وأنتوني مارشيال أحرزوا بقية الأهداف كامل مع حضراتكم أيضا كلامي مع المحترفين والمصريين وعمر جابر نجم نادي بازل يسقط بصنائية أمام سان جالد في الدوري السويسري عمر جابر على فكرة هكتور كوبر استدعى لمعسكر المنتخب وده كان قرار طبعا كان هكتور كوبر مستني يشوف آخر مشاركات ولكن حينما شارك عمر جابر أساسيا تم إعلان أنضمه إلى المنتخب وقع فريق بازل أمام سان جالد بهدفين مقابل هدف على ملعب اسبينيوس ضمن فعالات الجولة التامنة من عمر مسابقة الدوري السويسري جابر لعب الماتش منذ البداية ولكن النتيجة كانت لمصلحة سان جالد باثنين مقابل ده كان آخر خبر معايا النهاردة حتى ألقاكم تحياتي وقبل السلام الختام هو خفرتها يا أبطال وروح الفنين الأحمر اوعوا تنسوها ده شعاره أبرزة ما جاء اليوم من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله الفوز يكون للنادي الأهلي في يوم السبت المقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة